عندما كان الهدف احداث اختراق في معقل الميليشي الرئيس كانت معارك صعدة الوية خاصة انتدبت لهذه المعارك وتقدم الجيش من عدة محاور على حدود المملكة العربية السعودية والمناطق المحاددة لمحافظة الجو استطاع الجيش احداث اختراقات في جبهة البقع ومحور علب لكن التقدم الحاصل ليس بذلك القدر الذي يمكن القول انه غير كثيرا من موازين القوى والسيطرة ومع هذا فهناك من يرى ان نقل المعركة الى صعدة كان خطوة ناجعة في مسيرة الحرب كونه جعل الخطر بالقرب من رأس الجماعة الميليشاوية خلافا لما احدثه من هزة معنوية في ذهنية مقاتل الميليشيا في باقي الجبهات ذلك ما يمكن قوله بخصوص المعارك في صعدة من الناحية النظرية اما الجانب الميداني فالمعارك لا تتوقف على امتداد الجبهات الخمس في المحافظة التي عادة ما تنتهي بتقهقر لعناصر الميليشيا وتقدم للجيش الوطني محكوم بطبيعة مناطق المواجهة التي تتوزع بين المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة قائد اللوى 143 العميد الركن ذياب القبلي اكد ان الجيش الوطني اقترب من مديرية مران التي يعتقد ان زعيم الميليشيا يختبئ فيها القبلي اوضح ان العملية العسكرية تم تخطيط لها من قبل الجيش وقوات التحالف العربي حيث تم فتح جبهات عدة طوقت محافظة صعدة من خمس جهات وفق هذه المعطيات يبدو ان الايام القادمة ستكون الاشد في خوض المعارك ولربما يأتي النصر من صعدها